تم اختيار قرية فارس بمركز كومومبو كأفضل قرية صديقة للبيئة وضمن القرى الأولى النموذجية المستدامة والخضراء وتذخر القرية بالعديد من مقاومات ومتطلبات جودة الحياة مع خلوها التام من الانبعثات الكربونية وأسباب التلوث البيئي مقاومات تنموية ومشروعات خدمية كبيرة تمتلكها قرية فارس شمال غرب أسوان تؤهلها لتكون أول نموذج للقرية الذكية الخضراء المستدامة في مصر ما أولته القيادة السياسية لمشاريع حياة كريمة في القرية متمثلة في البنية التحتية من صرف الصحي ومياه ومجمع زراعي وعمرات سكنية ومجمع خدمي وصرف صحي وري قرية فارس اختيارها قرية مستدامة خضراء من بين 1500 قرية وكانت من بين المشروعات حياة كريمة التي أقامها فخامة السيد الرئيس الجمهورية ونشكر السيد الرئيس الجمهورية على المبادرة الطيبة حياة كريمة المشروعات التلموية الجاري تنفيذها في قرية فارس يتم متابعتها للتأكد من تطابقها مع المعايير الخضراء التي وضعها المجلس الدولي للمباني الخضراء مشاريع جميلة جدا وخصوصا طبقين الترع ده كان مفيد جدا بالنسبة للزراعة وكنا نعاني من قلة المية في نهاية الترع والتطابقين ده عمل شغل يعني حلو قوي بوصل المية لنهاية الترع الآخر الترع كتما ما فيش مية خالص في زراعة نخيل ومنجة ودوم وكل وإرادة ودرجة تشدير عامة على جميع القرى تتخدر لامون وزيتون وشدر ظل ومنجة ونخيل ومن خلال المتابعات فإن مشروع حياة كريمة يشير إلى أن إجمالية المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بقرية فارس يبلغ 31 مشروعا بتكلفة وصلت إلى 650 مليون جنيه منها 25 مشروعا جاري تنفيذه بتكلفة إجمالية قدرها يصل إلى 588 مليون جنيه وهناك 6 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة تصل إلى 62 مليون جنيه في المشاريع الصرف الصحي ومشروع الغزة الطبيعي ومشروع الكهربا وإن شاء الله دائما في السباقين ومشروع الكهربا طبعا إن شاء الله والطاقة الشمسية طبعا إن شاء الله دائما في المستقبل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا قرية فارس بتعتمد اعتماد كل على الزراعة وخاصة النخيل والدوم تضم قرية فارس عددا من المحطات لإنتاج الطاقة الشمسية إضافة لعدد من المشروعات الزراعية الاستثمارية ومساحات كبيرة مزروعة بأشجار المانجو ونخيل البلح وغيرها وهناك المحاصيل الموسمية التي تتم زراعتها باستخدام أساليب الرئي الحديثة لترشيد استهلاك المياه تواصل حياة كريمة جهودها في قرية فارس لتعيد الابتسامة على شفاه طلاب المرحل المختلفة بإعادة إنشاء العديد من المدارس بالقرية